أرض فلاحية مثمرة بفضل سواعد هؤلاء الشباب ومنتوج حقق نتيجة جهد كبير في منطقة فركوسة ببلدية شلال ولكن يقابل كل هذا وضعية كارثية للمسالك الريفية المؤدية إليها مسالك الريفية رأنا نعانوا منها معاينات شديدة كتصبشتها هدرنا مع المسؤول قلنا له ودي راه محتاجين راه جاء مشروع مسالك الريفية قلنا له ودي راه جاء المشروع حزيت ربعة الأولين أي قانون هذا يسمح لك تزربة الأولين ربعة فلاحين الأولين هارس صب المطار من فوتوش خلاص قا هو ما تقلش دخلها بيت ثم ترقل ثم ما تخرجش خلاص تمشي لك رأيك كتصب المطار في الليل ما توقش به هاتنون الصباح ما تلقى المطار ما عديكش من تخرج طريق تتحول إلى خراب بمجرد سقوط الأمطار ما يعزل هؤلاء الفلاحين ويتسببوا في خسارة محصولهم كل مرة ويضيع جهد عام كامل من العمل المتواصل وعليش ما كانش لجنة تخرج تشوف اللي يستهل ولي ما يستهلش وعليش وهالفير منتعه ومسكرة ووصلته الطريق احنا رانا نطالبه في الطريق وينحونا التهميش هذا والجهوية سرته الجهوية هذا حبيب ينعطيه هذا ما كانش ما نعطيه رانا قاع كيف كيف وحنا لنا خدمين أكثر وأكثر هاو الميدان قدامك وراك من الممو شفته شكاين وش ما كانش بلدي تشلال استفادت خلال 2018-2019 من مسالك فلاحية بمسافة أكثر من 16 كم هذا الشيء أدى إلى فك العزلة على بعض المناطق وتبقى بعض المناطق في حاجة ماسة لمسالك ونحن بصدد تسجيل مشاريع لفك كل المناطق هي نماذج منتجة وفلاحون رفعوا التحدي بإمكانيات بسيطة وفي انتظار لفتة من المسؤولين يبقى هؤلاء يزاولون نشاطهم لأنهم تعلقوا بالأرض وفضلوا خدمتها ترجمة نانسي قنقر